ألاف العرب السوريين من سكان الريف الغربي لمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا نزحوا من مناطقهم بسبب ما يبدو أنها حملة تطهير عرقي من قبل وحدات حماية الشعب الكردية وفق تقارير إعلامية وحقوقية وحدات حماية الشعب تنفي هذه الاتهامات وتقول إن معاناة المدنيين هي بسبب تنظيم الدولة الإسلامية الذي يستخدمهم كدرع بشرية نزوح المدنيين وتهجيرهم ليس بجديد على الساحة السورية مئات آلاف السوريين في نزوح مستمر منذ اندلاع الثورة نتيجة ضربات النظام أو المعارك الدائرة في مناطقهم بين الأطراف المتنازعة لكن هذه المرة اختلف السبب فقد شهد غربي محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي البلاد نزوح عشرات الآلاف من سكانها العرب بعد أن اتهمتهم محدات الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بالانتماء إلى تنظيم الدولة وجاء ذلك مع سيطرة هذه الوحدات على مزيد من القرى في المنطقة وبحسب المراقبين فأن هذه التهمة تشكل غطاء لعملية تهجير قصري تهدف إلى إحداث تغيير في البنية السكانية للمنطقة بهدف التمهيد لأرضية مستقبلية لإقامة دولة كردية من خلال تأمين مساحات متصلة من الأراضي السورية ذات الأغلبية الكردية القريبة من أقليم كردستان العراق كما أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقد قامت الوحدات الكردية السورية بهدم وتجريف عشرات المنازل ومصادرة المحاصيل الزراعية التي تشكل المورد الأساسي لعرب الحسكة وهو ما دفعهم لمغادرتها متجهين إلى مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة في ريفي الرقة ودير الزور وأيضا إلى قرى قريبة تتمتع ببعض الاستقرار الأمني في حين عبر بعضهم الحدود الشمالية باتجاه تركيا ومعنا هنا في السيديو الناشط السياسي السوري ممتاز سليمان مرحبا سيد ممتاز مرحبا مساء الخير حملت تطهير عرقي؟ لا ليس بهذه الصورة تماما طبعا أنا طلعت على صحيفة التايمز لندنية يوم أمس التقرير في البداية أتحدث قليلا الإعلام الغربي وإعلام البريطاني شخصيا حرفيا بالأزمة السورية أو بالموضوع السوري لم يكن ذو أهمية أو صحفية بشكل عام كان محايدا شيء مع النظام شيء مع المعارضة هذا دليل في دارية كان هناك ملزرة نعم تحدث عن الحسن نعم تحدث عن روبرت فيس أنا ذاكي للمقاتلين لكن يوضح فقط المشاهدين الحديث سيد سيد ممتاز الحديث عن عشرة ألاف من العرب تم ترحيلهم وتهجيرهم من ريف منطقة كوباني طيب أنا تحدثت مع الشيخ دهام حميدي دهام الجربة اليوم وهو من قبائل الشمر قبيلة عربية وهو في رئيس الحكم الذاتي أو إدارة المحليفة هو متحالش مع الحزب الاتحاد الديمقراطي أنا تحدث معه وتحدثت مع شخص آخر هو محايد في كوباني أو في عين العرب من الأخوة العرب تحدثت معه وهو تابع لواء الفراد تحدثت على الأمر قال بشكل فردي وليس بشكل متعمد أو لم تقم القوات الحماية الكردية وأنا طبعا على خلاف دائم مع هؤلاء بشكل أي شيء لأنه هناك تجاوزات أنا لا أرضع لها لكن في صفة تطهير عرقي لا أظن لأنهم تحدثوا لأنه كان هناك إعدامات لبعض أبناء القرى الكردية أو أبناء الأكراد من قبل تنظيم الدولة كان مشارك معها بعض أبناء هذه القرى تم الاعتداء من قبل العائلات أنصروا ضحايا الآن قوات الحماية الشعبية ضحايا مساكين لا أنا لا أدافع عنهم ولا أدافع عن أحد ولا حتى المعارضة وحتى النظام من يرتكب جرما سيحاسب لكن أنا أتحدث بمهنية بالأرقام على ذكر الأرقام أنقل الآن كي يعرف فقط أسادة المشاهدون من تقرير جريدة التايمز أكثر من 75 قرية تعرضت لحرق الأشجار والمحاصيل أكثر من 90 ألف شجارة أحرقت 2000 هكتار من الأراضي الزراعية 10 ألف شخص هجروا ديارهم هذا كله بالصدفة؟ لا ليس بالصدفة هذا التقرير هو تقرير إعلامي أنا كرجل قانوني أنا أعتمد على المنظمات القانونية الموجودة في المنطقة منظمات حقوقية منظمات حقوقية موجودة أنا تواصلت مع أكثر من أنا أريد أن أصل إلى الحقيقة وأريد أن أكتب بذلك التقرير أنا ناطق باسم المنظمة العربية للحقوق الإنسان في بريطانيا فمن واجب أن أبين الحقيقة أن أعطي للمشاهد ما هي الحقيقة؟ الحقيقة حتى الآن على الأراضي السورية غير موجودة لأحد الحقيقة الدول الإقليمية وأوروبا وأمريكا هي وراء الحقيقة لا أحد يعلم اليوم ربما هذه ما تتحدثون عنه اليوم أو جاريتا تايمز أو غيرهم بداية لتغيير ديمغرافي في سوريا لتقسيم سوريا ممكن أنا أتفق معك في ذلك أنه يكون هناك تقسيم في سوريا يكون إقامة دولة كردية إقامة دولة العلوية إقامة دولة سنية ما يتحدث عنه التحالف الدولي أو ما يقوم به الغرب وأيضا أستطيع أن أقول أن الغرب يحاول إيجاد فتنة بين العرب والكرد بعد ما أصبحت فتنة بين الشيعة وردية سيد سليمان هذه الصورة وردية ما شاء الله ويأتي الإعلام الغربي المتآمر لكي يخلق فتنة هناك واقع الأرض سيد في عام 1965 ما مصلحة جريدة التايمز في أن تختلق شيئا كهذا ما أدعيتني أشرح كاملا جريدة التايمز هالا جابر من أي مرسل الجزيدة القارديان هي في دمشق دائما تقاريرها لصالح النظام روبرت سيسك تقصد اسمها آخر لا أنا أقصد مرسلين لهذه الجرائد العظيمة التي نعرفها الـ Guardian الـ Independent فلننسى موضوع الجرائد ونبقى في ضمن الواقع الواقع محلم وحدات الحماية الكردية ألا تنطلق الآن بغطاء من التحالف الدولي نعم موجود وتحارب وتهجر السكان أليس هذا تهجير السكان هذا لا علم لي هم يقولون هم يقولون هناك دعاءات أن حرق للقرى أنا لم تصن معلومات حقيقة إذا كان هناك تحدث وقالوا أن هذه الأراضي مليئة بالأرغام زراعها تنظيم الدولة ونحن نحاول تطهيرها هم يعترفون إذن هذا شيء تابع لهم تستطيع لكن أنا كمطلع على الأوضاع في المنطقة لا أظن أنها أستطيع أن أوصف ما يلي بتطهير عرقي عندما فعل حزب البعث عام 1965 لا لـ 1979 بحق الأكراد لا كان ذلك تطهير عرقي اليوم لا أظن اليوم أظن أن هناك احتقان في المنطقة ويمكن هناك أعمال فردية أنا لا أبرأ أحدا هناك يعني تنظيم الدولة حرق قرى بكاملها النظام حرق مدن بكاملها في تدمر عندما دخل تنظيم الدولة الجراءة البريطانية تحدثوا عن الآثار ولم يتحدثوا عن 450 شخص تم إعدامهم هذه هي المشكلة عدم المهنية في إيصال الحقيقة للمشاهد أو للقارئ هذه هي ما نتحدث عنها ما المطلوب الآن من القوى الكردية من المجلس الوطني الكردي والإتلاف ما المطلوب لتجاوز ما يجري المطلوب هو الجلوس مع كل القبائل العربية الموجودة في المنطقة ومع قوات حماية الكردية ومع من هم أيضا من القبائل العربية الكردية المتضررة الاتفاق إلى السبيل واحد هو العيش المشترك وإلا سيكون هناك تقسيم ومأساة أخرى سنجد مأساة أخرى وسنشاهد لأن أيضا في مناطق الرقة ودينزور هناك قرى كردية في حلب هناك قرى كردية ضمن مناطق عربية إذا تحدثنا عن الديمغرافية لكن الآن أقولها كراها بصراحة هناك توجه واضح إلى إنشاء كيان كردي في سوريا وهذه العمليات تسهل هذا المشروع لا حتى هذه اللحظة أنا لا أتفق معك أن هناك تطهير عرقي ليس دفاعا لا عن هؤلاء أنا لا أقول هذا الكلم ننقل ما تقوله التقارير نحن ننقل تقرير وهو يبقى تقرير صحفي هناك منظمات حقوق عندما يكون الأمم المتحدة تضع بيانا أنه أصبح فعلا هناك تطهير أنا ذاك أعترف إنما تأتي صحيفة تكتب أنا أشق في ذلك مصداقية الصحف اليوم غير صحيحة لأنه نحن على التجارب معهم إن كانوا تايمز أو غيرها دعنا من موضوع مصداقية الصحف هل يسمح الآن حزب الاتحاد الديمقراطي وهو لديه إدارة ذاتية كما تعرف في تلك الموضوع هل يسمح للإعلام بأن يدخل ويتقي مع هؤلاء الأهل على ما أظن نعم حتى كان في الأسبوع الماضي كان أحد الوردات البريطانيين موجود فرقامشلي على فكرة قوات حماية الكردية 14% إلى 15% من العرب والسريان والأشورين والكلدان موجودين منهم من ضمنهم يعني لا أظن أنه سيكون هناك تطير تطير عرقي بمعنى الكلمة و14% من قواتهم أبناء عرب فأنا أشك بذلك لكن أتمنى أن يكون هناك فعلا إعلام يغطي المنطقة إذا كان هؤلاء مذنبون فليحاكموا وليقطع الشك باليقين شكرا لك الناشط السياسي السوري منذر سليمان شكرا جزيلا مشاهدينا بعد فاصل قصير نواصل فقرات العربي اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر